موسيقى 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 وأوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ودعم الجهود الحكومية بين البلدين في جميع الغطاعات والتركيز في الفترة القادمة على إيجاد فرص استثمارية جديدة وتعاون اقتصادي شامل هنا لا بد أن نشيد بالدور الكبير لمعالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفيرنا في واشنطن على ما يقوم به وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة من تقريب وجهات النظر وإيصال الصورة الكاملة لما وصلت إليه مملكة البحرين من تطورات على جميع الأصعدة بشكل عام تأتي هذه الزيارة لتترجم الناتج من مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا من قبل صاحب السمو الملكي الإمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال اللقاء أشهد السيناتر جيمس ريش عظو لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بما تشهد مملكة البحرين من تطورات وما يمثله ذلك من وجود إرادة حقيقية نحو المزيد من الأصلاحات الشاملة والمزيد من الإجازات الاستثنائية خصوصا لما يتطرق إلى ما قدمته مملكة البحرين أثناء جائحة كورونا للمواطنين والرعاية والمقيمين والتي ترجمت المبادئ الحقيقية لحقوق الإنسان وبينت قيم التعايش والمحبة والتسامح كما حرص أن يشيد خلال اللقاء بما وصلت إليه المرأة البحرينية وهو ما يدل على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية في مملكة البحرين وأشاد أيضا بالوعي الكبير لدى الشعب البحريني سعادة النائب عمار البناء عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالمجلس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك